خلينا بقى نروح لزمالنا المتقلق أمير هشام يقول لنا برضو ماذا يحدث في أرض المنديال مع بعثة النادي الأهلي نتطمن على علي معلول نتطمن على بقية اللاعبين اللي موجودين نشوف أخبار البعثة لبعثة النادي الأهلي المتواجدة في أرض المنديال يا أمير أخبارك إيه؟ طبعا نهارد لك مبارح على هذه الهزيمة ولينا بقى إيه اللي بيحصل في تمرين النادي الأهلي النهاردة وأخبار البعثة إيه واللاعبين وروحهم المعنوية والكلام ده كله أو النهاردة راحة ما فيش تمرين يعني يحكي لنا برضو عن أجواء البعثة وما يحدث خلال اليوم النهاردة أو منذ نهاية مباراة مبارح لغاية النهاردة يا مساء الفل عليك يا كابتن إسلام تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعك مناطي الأهلي في كل مكان ودايما في الحقيقة متقلق كده كلام مهم أنا سامع كل الكلام اللي أنت قلته في الحقيقة من دقيقتين ثلاثة كده كلام مهم جدا في توقيت مهم وأنا عايز أقول لك على حاجة كابتن إسلام برضو يعني كون أن لعبة النادي الأهلي بعد المباراة أشوفهم من بارح إن هما زعلانين إن هما مصلوش النهائي حتى لو على حساب باير ميونيخ فدي حاجة ما تلاقيها شغل في النادي الأهلي يعني فأمر كان لفت نظري جدا لعبة النادي الأهلي كانت زعلانة ما كانتش يعني بتقول آه كويس إن إحنا خسرنا مثلا اتنين بس من بطل العالم أفضل فريق في العالم وأفضل جير لباير ميونيخ تقريبا يعني باير ميونيخ تأهل 2013 لكاس العالم كنا إحنا موجودين في البطولة دي بس كان جيل مختلف كان ممكن لو قابلناهم ساعتها كان يبقى فيه يعني في منافسة أقوى لكن هما دلوقتي عندهم عناصر مش طبعية فرقة تقيلة جدا جدا ومع ذلك النادي الأهلي قدم مباراة جيدة لكن فعلا اللي لفت نظري هو يعني حزن البعثة وحزن لعيب النادي الأهلي على الخروج أو على عدم التأهل لنهائي كاس العالم الأندية أنا عايز برضو أديك مثلا لكابتن الإسلام وإنت عاشت التجربة دي ودي جزئية مهمة جدا أنت لما تأهلت مع النادي الأهلي لأول مرة لكاس العالم الأندية في 2005 هل المشاركة بتاعت 2005 كانت زي المشاركة بتاعت 2006؟ لا أنا قلت جدا في البداية على فكرة ما فيش خبرات البطولة إن 2005 كانت بداية سيئة جدا ولكن في 2006 كلنا كلعابين ومع مساندة الجمهور ومع مساندة مجلس الإدارة في الوقت ده رجعنا وخدنا بطولة أفريقيا ووصلنا لتالت العالم بالضبط خدتوا خبرات من المشاركة الأولى خليني بقى أكد أن دلوقتي الجيل اللي موجود دلوقتي أول مشاركة ليه في كاس العالم في تاريخه بالنسبة للجيل الحالي من فريق النادي الأهلي فبدلهم يخدوا خبرات في المشاركة دي عشان بإذن الله تعالى لما يكسووا طولة أفريقيا الموسم الجديد ده ويروحوا لكاس العام الأندية يكون فيه أفضل كمان من كده طموح الأهلي بلا حدود وطموح جماهيره بلا حدود هم الناس أكيد عايزين أن نوصل نهائي كاس عالم كلنا نفسنا الأهلي يوصل نهائي كاس عالم تبقى خطوة ليه لا منفسه بالبطولة أكيد حيبقى عندنا شغل كتير على أن نوصل للهدف ده الناس ستبقى عايزة تعمل كده في النادي الأهلي المسؤولين مركزين مجلس إدارة الحالي سواء هو موجود أو مش موجود اللي قابله أو اللي بعده أي حد ثقافة وعقلية النادي الأهلي كده إنك بتفكر دايما في أي بطولة أنت هتشارك فيها ففي كل الأحوال يعني هارد لك لكل جماهير النادي الأهلي القادم أفضل بإذن الله والقادم في الحقيقة هي مباراة بالميراس البرازيلي مباراة بطولة في كل الأحوال الأهلي عايز يكسب المطش ده علشان يرجع بالميداليا البرونزية اللي مصر بإذن الله يوم الجمعة الكل مركز جدا وبرضو كان كلام اللعيبا برح يا كابتن إسلام بعد المباراة نعم إحنا البطولة بنسبالنا ما خلصتش إحنا عايزين نجيب المركز الثالث وارد أن أنت تكسب وارد أن أنت تخسر بالمناسبة بل ميراس مش فريق ضعيف وكان جاي على أساس أنه هلعب نهائي كاس عالم خسر فهيلعب على الثالث والرابع فبالتالي عنده دوافع كبيرة جدا أنه عايز يغير السورة اللي كان عليها في المباراة الأولى فهي تبقى المنافسة غاية في الصعوبة لكن بإذن الله لعبين نادي الأهلي أدى هذه المنافسة وبإذن الله يقدروا يرجعوا بالميداليا البرونزية النهاردة طبعا كابتن إسلام ما كانش فيه تدريبات خلص استرخاء نوع من أنواع استرخاء بالنسبة للعبين بشكل كامل بعد المجهود البدني الكبير اللي كان عليه الفريق بالكامل على مدار الأيام السابقة كلها في المونديال وبالتحديد مباراة الأمس أمام بطل أوروبا بايرن ميونيخ فبالتالي ما كانش فيه أي نوع من أنواع المحاضرات أو التدريبات كلها عبارة عن بعض التدريبات الاستشفائية في صالة الجيم لبعض اللاعبين ليس إلا ما فيش أي حاجة تاني خالص الأمور ماشية بشكل جيد بكرة إن شاء الله الأهلي عنده برنامج طويل شوية أو يعني بعض أعضاء البعثة بالتحديد بداية من الصبح والاجتماع الفني الساعة عشر ما بين الأهلي وبالمرس وبالتنصيق طبعا مع الاتحاد الدولي للاستقرار عن كل الجوانب اللي بتتعلق بمباراة يوم الخميس بإذن الله بعدها هيكون فيه المسحة النهائية للمباراة والتي تحت إشراف الفيفا هتكون الساعة 12 الظهر الساعة 1.5 مؤتمر الصحفي الماستر بيتسو موسماني ومحمد الشناوي الساعة 3.5 العصر هتبقى وحيبقى المران الأهلي الوحيد قبل مباراة بالمرس واللي هستعد من خلاله ولعاب النادي الأهلي والجهز الفني لها هذه المباراة وأكيد سيبقى فيه محاضرة عقب المران لأن في الحقيقة مستر بيتسو موسماني سيخلص المؤتمر الصحفي هو محمد الشناوي يتلعى مباشرة على ملاعب التدريبات في الساعة 3.5 عشان ينطلق مران النادي الأهلي سعدادا لمباراة الخميس فبالتالي المحاضرة هتبقى بالليل هيتكلم فيها مستر بيتسو موسماني في عدد من النقاط خلينا أقول لك النهاردة مستر بيتسو كان بيتابع عدد كبير من اللقطات الفيديو الخاصة بالفريق البرازيلي بالنسبة له هو جهاز الفني طبعه اللقطات دي كلها وبكرة هيتم عرض بعض نقاط القوة الضعف بالنسبة لهذا الفريق على لعاب النادي الأهلي ده فيما يتعلق ببرنامج لو تقدر طمنا برضو على علي معلول لأنه مبارا خرج زي ما وكل جمهور الآلي ينتظر أمير هشام في هذا الموضوع تحديدا علي معلول وأخباره هل سيلحق بمباراة بعد غدا ولا لا؟ علي معلول ما نقدرش نحسن دلوقتي هل سيلحق ولا مش سيلحق بكرة ممكن نقدر نحسن بنسبة كبيرة ده ليه لأنه تعمل له أشعة صنار أشعة الصنار بين أن الإصابة مش كبيرة قوي الشد مش قوي جدا عبارة عن كرامب في العضلة الخلفية لكن حتى الآن يا كابتن إسلام وأنا متابع الحالة بتاعت علي معلول لحظة بلحظة ما فيش أي تطور إيجابي في حالة اللاعب نعم انتظرين ان شاء الله يكون فيه تطورات إيجابية وده حيبان أكتر بكرة لكن لغاية اللحظة دي برضو اللي أنا بكلمك فيها فرص لحق علي معلول بالمباراة أضعف من فرص عدم طيب ده بالنسبة لعلي معلول إن شاء الله نتمنى له نتمنى له أنه هو يشفى ويرجع بإذن الله بالنسبة للشحات وكهرباء من القلب للقلبة أنا قبل ما أسأل أنت بترد اللجنة حسين الشاعات وكهرباء طبع اللجنة المنظمة يعني خدت قرار أن يتم عزلهم في الغرف الخاصة بهم في مقر إقامة النادي الأهلي بعد ما اخترقوا الفقاعة الطبية المخصصة بالنسبة للبعثة بتواجدهم في مكان أو بالقرب من جماهير النادي الأهلي فبالتالي يعني قالوا لازم يبقى فيه عزل بالنسبة لهم بعد كده تعمل لهم مسحة المسحة فعلا أنت عملت النهاردة صبح لسه الحد اللحظة دي وقبل ما أطلع معاك الهواء كنت عملا أسأل على نتيجة المسحة لسه ما تلعيتش بشكل رسمي خالص هي بإذن الله هتطلع سلبية لأن كل المتواجدين في الملعب إن برح ما بيروحوش الملعب غير مسحتهم سلبية لازم بيعملوا بي سي آر وبعد كده المسحة تطلع سلبية عشان بتبقى معهم في التيكت بتاعة المباراة لكن ده إجراء احترازي من قبل اللجنة المنظمة وكان لازم أن هما يقوموا به في الحقيقة بالمناسبة كابتن إسلام فريق بيرن برح اتعاقب من قبل اللجنة المنظمة وده بسبب أن هما اتأخروا في النزول لإجراء عمليات الإحماء قبل المباراة طبعا بيبدأ منتفق على كل المواعيد دي في الاجتماع الفني لكن البيرن ما ملتزموش بالجزئية دي فبالتالي اللجنة المنظمة قررت أنها توقع عليهم عقوبة مش عارف طبيعة العقوبة إيه لحد دلوقتي ما تبلغناش بها أو ما عرفنهاش لكن في عقوبة على البيرن بسبب يعني أنهما ملتزموش ببعض التعليمات اللي كان لازم يلتزموا بيها ده فيما يتعلق بكل الأمور وكل الكواليس خلينا أقول لك أن الحماس كبير جدا على وجوه اللاعبين هنا في مقر الإقامة لما بنقابلهم في أي وقتين إحنا كلنا عاديين في الفندق طبعا ما فيش خروج إطلاقا لما كان فيه تمرين بس هو الحاجة المتنفس الوحيد يعني بالنسبة لنا لكن اللي عجبني أنهما عندهم إصرار أنهما بإذن الله بإذن الله يكسبوا بالمرس وإن شاء الله يرجعوا بالميدالية البرونزية بإذن الله للقاهران أنا معاك لو أعيس فصر تفضل كاتذلك لا أنا بس يعني إذن النهاردة يوم هادئ جدا وكل اللاعبين مركزينه هما في قوضهم مفيش تزول كتير مفيش خروج كتير النهاردة أو مفيش خروج خالص يعني غير ما بين اللاعبين بينهم وبين بعض والكل مركز فيه مباراة يوم الخميس القادم وزي ما أنت قلت يا أمير وزي ما دايماً إحنا بنقول إن كرة القدم فيها ثلاث نتائج المكسب والتعادل والهزيمة كرة القدم وارد جداً إن يحصل فيها كل شيء زي ما أنت قلت برضو إن بالميرس عنده دوافع كبيرة جداً إن هو كان جاي يلعب على النهائي فخسر من أونالي المكسيكي وبالتالي ودلوقتي عنده دافع كبير جداً إن هو يحقق أي مداليا وبالتالي هتبقى مباراة صعبة جداً بين الفريقين يوم الخميس القادم ولكن جمهور لعبة النادي الأهل إن شاء الله يقدروا بالكلام اللي أنت بتقوله والحماسة والتركيز اللي أنت شايفهم أعتقد إن شاء الله أن النادي الأهل يستطيع إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق ميستر بيتسو مسماني كمان كان لي بعض الكلمات مع لعبي ويعني قال لهم هرد لك على المباراة بالأمس المهم إن إحنا دايماً نفكر في اللي جاي بالمناسبة دي أول هزيمة لميستر بيتسو مسماني مع النادي الأهل من ساعة مجاه ولما تكون أول هزيمة قدام البايرن فبرضو يعني حاجة تحسب لميستر بيتسو مسماني عمضار مباريات سابقة طبعاً فاتت كتير قدر إن هو يعني كسب عدد كبير جداً مباريات أعتقدت عدد الأبع مباريات بس مع النادي الأهل من ساعة مجاه فده معنا إنه هو مدرب جيد وعلى قد طموح النادي الأهل وجماهيره دي أمور طبيعية وبصوصاً أنت ودي نقطة مهمة جداً يا كابتل الإسلام إحنا بنلعب في كاس عالم للأندية إحنا مش نلعب في أي حتة مش نلعب بطولة محلية أو مش نبقى أو لما الأهل بيخسر في الدوري أو لما حاجة بتبقى حاجة صعبة جداً بالنسبة لجمهور النادي الأهلي إحنا بنلعب كاس عالم للأندية الأهلي بيلعب كاس عالم للأندية عم نفسه ومستوى مختلف تماماً على أي مستوى تاني ممكن الأهلي كان بيشترك فيه سواء على مستوى الأفريقية أو مستوى المحلي ده طبيعي جداً إحنا وصلنا المرحلة أو الأهلي وصل لمرحلة العالمية مش بس السنة دي الأهلي بقى من 2005 وصل للمرحلة دي فبإذن الله معترككم الخبرات للجيل الحالي ده كمان بإذن الله بإذن الله شكل النادي الأهلي كمان يكون أفضل خلال المواسم القادمة وإحنا عندنا سكرة كبيرة جداً سواء في الجهاز الفني أو اللاعبين وقابليهم كمان جماهير النادي الأهلي اللي دايماً ورى الفريق في الحلوة وفي المرة زي ما إحنا متعودين يعني في الحلوة وفي المرة خلينا نختم بالكلام الجميل ده أنا بشكرك شكراً جزيلاً زي ملنا المتعلق أمير هشام حقيقة وكلام هام جداً من أرض المونديال وبعثة النادي الأهلي النهاردة زي ما حضراتكم سمعته من أمير يوم هادئ ويوم كله تركيز وكله حماسة فيما هو قادم فيما هو قادم عندنا مباراة يوم الخميس كل التركيز في هذه المباراة